بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة عمل في هذه الحصة إن شاء الله لدينا اغتبار الفصل الثالث في مادة التربية المدنية لأبطال السنة الرابعة ابتدائي سأترك لكم في صندوق الوصف رابط لقائمة التشغيل الخاصة باختبارات الفصل الثالث للسنة الرابعة ابتدائي تجدون في قائمة التشغيل اغتبارات مقترحة ومتوقعة بقوة للفصل الثالث في جميع المواد إذن لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم ما قدمت ومشاركة رابط الحصة لدعم بشرة عمل التمرين الأول الآن أذكر بعض المرافق الموجودة في المدرسة الابتدائية إذن لدينا بعض المرافق لدينا الأقسام مكتب المدير ولدينا الساحة التمرين الثاني ضع صحيح أو خطأ أمام كل عبارة وصحيح العبارة الخاطئة المدرسة الابتدائية مخصصة للمرحلة الثانية من التعليم إذن صحيح أو خطأ لدينا خطأ أبطال ونقول المدرسة الابتدائية مخصصة للمرحلة الأولى من التعليم لدينا العبارة الثانية التعليم الثانوي يأتي بعد التعليم الابتدائي صحيح أو خطأ لدينا تعليم الابتدائي ثم تعليم المتوسط ثم الثانوي إذن العبارة خاطئة ونقول التعليم الثانوي يأتي بعد التعليم المتوسط ننتقل إلى المتوسط بعد نهاية المرحلة الابتدائية نعم الصحيح المدرسة هي ملك المدير لدينا خطأ نقول المدرسة هي ملك الجميع المدرسة هي ملك المدير من واجبنا إهمال نظافتها إذن العبارة أيضا خاطئة نقول المدرسة هي ملك الجميع من واجبنا المحافظة على نظافتها التمرين الثالث الآن أجيب عن السؤال الآتي مما تتكون منظومة التربية الوطنية ونجيب نقول تتكون منظومة التربية الوطنية من المستويات التعليمية الآتية أولا التربية التحضيرية ثانيا التعليم الأساسي الذي يشمل التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط ثم التعليم الثانوي العام والتكنولوجي إذن هذا فيما يخص اختبار الفصل الثالث في مادة التربية المدنية لأبطال السنة الرابعة ابتدائي وهنا تكون خلاص تمعانا حصة اليوم دمتم السالمين وفي لعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته